تجدر إشارة إلى أنه نظراً لغياب إلى غاية اليوم لشبكة مصرفية خاصة ببلدنا فإن الجزائر لا تستفيد إلا قليلاً من التحويلات المالية لجاليتنا في الخارج وعليه فقد أصبح من الضروري أن يتغير هذا الوضع في أسرع وقت ممكن ووفقاً للبنك الدولي فقد بلغت تحويلات المغتربين في العام سنة 2019 إلى مبلغ قياسي قدره 548 مليار دولار أمريكي وبحسب نفس التقرير سجلت الجزائر خلال العام المذكور مبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي وهذا المبلغ لا يعكس نهائياً إمكانات جهاليتنا الوطنية بالخارج اشتركوا في القناة